اختطاف الأبرياء من الطرقات وإخفاؤهم قصرياً عبر الزجبهم في السجون وإرغامهم وأهليهم على دفع أموال طائلة مقابل إطلاق صراحهم سوقاً سوداء للإرهاب الحوثي اذ ظهرت بشكل مخطط له منذ اجتياحهم صنعاء عام 2014 حولت ميليشيا الحوثية الإرهابية اليمن إلى غابة لممارسة إرهابها على المجتمع كما جعلت البلاد وكراً مفتوحاً لآلاف اللصوص من مشرفيها ممن صارت حرفتهم استياد المواطنين الأبرياء من أجل نهب أموالهم وسلبهم ممتلكاتهم وكشف تحقيق لموقع المصدر أونلاين كيف اختلقت ميليشيا الحوثية تجارة سوداء إجرامية في مئات السجون التابعة لها وكيف انتشرت تلك التجارة السوداء على نطاق واسع على أساس الاختطاف والإخفاء القصري بهدف نهب الأموال والممتلكات وأوردت تحقيق قصص عدد من الضحايا ممن جرى اختطافهم وتغييبهم في السجون وابتزاز أموال وصلت إلى ملايين الريالات وسلبهم ممتلكات أخرى لم تكتفي الميليشيا بإخضاع نصف البلاد لحكم الحرسة الثورية الإيرانية لكنها عمدت منذ سنوات لإعادة فرض ما يشبه نظام الرقة عبر اختطاف آلاف المدنيين ومساومتهم لاحقا لافتداء أنفسهم وتحريرهم من السجون مقابل دفع أموال طائلة أو التنازل عن ممتلكاتهم تكتظ زنازين الميليشيا بعشرات الآلاف من اليمنيين الأبرياء يتعرضون للإضطهاد والنهب الجائر مقابل استعادة حريتهم المختطفة على أيدي الميليشيا إجرام حوثي لا حدود له في سعيهم لإبادة اليمنيين ونهب كل ما بحوزة مواطنيه إرهاب ممنهج ليس جديدا على ميليشيا الحوثي الإمامية توارثته عن أسلافها الكهنوتيين انتهاكات جسيمة وإعادة فرض لنظام الرقة تضاف إلى جرائم الحرب التي تواصل ميليشيا الحوثي اقترافها دون رادع يشجعها على ذلك رضوخ اليمنيين وتأخرهم عن توحيد كافة قواهم وطاقتهم لإنقاذ أنفسهم وبلادهم من قبضة أبسع ميليشيا إرهابية في تاريخ اليمني والمنطقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر